اشتركوا في القناة لا منعم ما عرفش يلا اسطى عشان عندنا شغل ممسك كده وقال له عشان نحفر احفر ايه؟ لا انت بتقول ايه؟ لا انت متليش شغل انا دي فيها حفر لا منعم اقل لك ما تحورش واقل لك ان في اتنين بيحفروا من راحة تانية واحنا المفروض نفتح لهم من هنا لا ما قلتش بعدين عقيلها انت ازاي هتقول لي في حفر وانا جاي لكم تشايك كده لو انت كده متشايك؟ اقول لك سر امك لما بتشوفني بالضعف ده بتتجنن منعم ايلك السر ده ما تجيش في الشغل خلاص هات با انا بقيت زي ابوك ابو ايه منعم انت هتعيش فيها ياسطح احنا جايين نشتغل انا عامل فيك جميلة على فكرة انت عامل فيها جميلة ده انا امك تحيرت علي عشان انزل معاك طب انت هتجيب سرط امي كتير انا هو انا ماشي معاها في الحرام دي مراتي لا مراتك دي بسطة تحيلت عليك مش عشان سواد عيوني ده عشان بالك ثلاث سنين قاعد في البيت انت بتعيرني يا رضا بتعير جزمك منعم منعم ما تاكلش دماغي وانا بها تشتغل ولا جيب حد غيرك او عاد تكون فاهم ان انا مش فاهم حاجة لا انا فاهم كل حاجة بقى اخويا خلت ضرب بالنار انهوت وهو معاك وانت جتيني هنا مكانه عشان اللي مشغالينك ما يقفشوش عليك صح؟ صح اخرج ايه بقى؟ انا مش فاهم انت اقفش ليه يا رضا يا ابن انا قلت فرصة نقعد مع بعضينا لوحدنا كده في الجو الجميل ده نصف اللي بينا لو عشان اقبض اه عشان اقبض ورم عظمي اه وفي الاخر كله هيروح لامك ام تاني؟ خلاص خلاص هات انا اغسار التقم ده في الحفر انامك لما بتشوفني بيه بتضرب اه 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 من نقطة سبع وعشرين هل تسمعوني؟ من نقطة سبع وعشرين لأمن الموقع غريب ياريت تكلمنا كمان شوية شوف شغلك من نقطة سبع وعشرين لأمن الموقع تفضل انا بس كنت عايز اقول على حاجة بخصوص اللي حصل مبارح الروح اللي فرقتنا دي ايه كانت هيامين وإيه السبب في موتها فما رحتش هاضر انا مؤمن جدا بتناسخ الارواح يعني الروح اللي فرقتنا دي ممكن تكون تحولت لدبانا وبتلف حوالينا دلوقتي الراجل اللي مدى حتى لو كان مجرم فاحنا عاملين زي الحيوانات في الجابة يعني النمر لما بيأكل الغزالة مش بيأكلها عشان جشين بالعكس ده بيعمل توازن طبيعي اوه انا دلوقتي بتفرج على السحب في السماء ومنظر جميل جدا روحة فنية لو تقدروا تفضوا نفسوكو شوية وتجوا تشوفوا اللي انا شايفو اكيد هتتعلموا كتير اه تمام يا غريبة انا جاي لك حالا كامل كامل بيقولك الراجل تحول دبانة انا الصراحة لما موت نفس هتحول قط اه اكله وشربه ونومه وحاجة اخر دلع اه 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 انا قلت يا ريتا تبقوني مش موجود قلتلي الوالد بيشتغل ايه بابا سوليست ماله؟ عازف كمان الات يعني؟ هو كل حاجة بقليها يسم بالانجليزي؟ لأ بابا بيعمل دكتوراه في الكمان دكتوراه؟ دات كمانجة كلها بتاع قد كده استكين؟ وتحتهم لوح قبل كاش تغبطيها على بوزها كده؟ لأ حضرتك بابا بيعمل دكتوراه في الالحان بتاعتها ودورها في الأوركسترا هو يعني بابا لما يعمل دكتوراه في الكمان هيخلي الكمان تطبل معه تفضل كمان؟ حضرتك عمرك روحتي حفلات كلاسيكل ميوزيج قبل كده؟ آه يا حبيبتي روحت أحسن تكوني فاكريني جهلة شفتي الناس بتعامل سوليست الكمان ازاي؟ والله يا حبيبتي محدش بيركز أصلاً إلا لما الرقصة بتطلع لاحد شايف كمانجاتي ولا شايف طبال وآخر الليل يوطو يلمو النقطة فما تتنكيش قوي ايه؟ فيها هوان؟ بانا رزلة بنت عمات تلزق فيها معلش يا حبيبي معلش استحمل كلها خمس داوان روح مين اللي قال خمس داوان روح دي؟ انا وانت تقول بتاع ايه؟ مانا الكبير هوان؟ لا الكبير دا حبيبي في المدرسة هنا احنا بنحفر لتجار مخدرات يعني الكبير اللي جاب الشغلانا لا 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 يا ابا الاصول الاصول دا احنا لو بندح يا اخي هتحترمني برضو منعي منعي ما بوس ايه دا كاخر حمني ياخي العنقه اليوم اللي اتجاوزت في امي اخي اهو انت اللي بيجيب سير تومك اهو مش انا ايه ايه دا تبانة ديالا؟ دي ملبوسة دي بابا اتبرمت كعاب رجليه في الكباريهات طول الليل عشان يوطي يلم النقط على فكرة بابا ما بيخدش نقط ما هو يا حبيبتي رقاصة ايه اللي بتلم النقط تخبيف عباها تقوم مقسمة وتقوم مقبجاه رقاصة ايه؟ بابا بيسافر فيينا عشان يعزف يا حبيبتي كلنا عبيد ورا لقمة العيش عيد ميلاد هنا قاعدة حظ هنا حفلة عديقة هنا وهو بيلم عشان يأكلكم اتجيني رقم فرح بنت اختي قرب وحتجيب فرقة في الحنة اخليها تتفسوا كده في النص بس انا عايزاك تحترمي قيمة العمل اكتر من كده اه طب يا ابو غرب انا قلت اجي اسلم عليك اه انت رايح فين؟ انا المسادات لقيت انت عارف عندنا شغل وكده لازم ارجع بسرعة انت متخان بابا الكيادة بيفتح كده عادي؟ لا انا عندي زرار بافتح منه مفتحش ثانية واحدة لازم تفتح في نفس الوقت اللي انا بيدوس فيه ماشي مفتحش برضو انا هعد من واحد لتلاتة ماشي واحد اتنين تلاتة مفتحش برضو اه طب انت فتحت عند كم؟ تلاتة لا انا دوست عند اتنين بتدوس على اتنين ليه لما هتعد تلات عدات؟ انا كنت متخان انت عارف ان انا هدوس عند اتنين خلاص انا لما تيجي اتنين انا هفتح خلاص انا هدوس عند تلاتة ماشي ماشي واحد اتنين تلاتة اه طيب جالبا كده في فرق توقيت بيني وبينك احنا نغني بقى كيلو بامية كيلو ايه؟ كيلو بامية القطة العامية الاغنية اللي احنا كنا بنغنيها واحنا صغيرين وانت اول ما تسمع اخصى عليك يا بتاع الكحب تفت وتفتح على طول طب اخلاص بقى اغنيها يلا عشان عاوز امشي طب يلا ها كيلو بامية القطة العامية سرقة قوميسي اللينجليزي انا كنت عايل كرش مدالدل ابويا وامي بيقولوا ده طل يا ما نفسه روح الشرقية واتجوز واحدة بفخاترية ايه اللي انت بتقوله ده؟ بغني كيلو بامية عادي انا اول مرة اسمحها كده يا غريب بس انا طول عمري بقولها كده طب بتغنيها كلها ليه؟ انت هتسمعني تراسط فولتك يا غريب طب بالراحة كامل مش كده يعني وبعدين هي اصلا كتقربة تخلص خلاص عسكر فوق وعسكر تحت اخصى عليك يا بتاع الكحب اه كده الباب معلق اه كامل تتأخر تحب أبعث له انا مش موجود انا عارف انا بس بقول لحضرتك انه ممكن يعني انا مش هنا افتهى اربع مرات هل اتوقع برضو ان الضحية اللي حضرتك ضربت علي نار قالك اربع مرات انه هو ماسك جرب موبايل فمع ذلك ضربت عليه؟ طيب عبالما النجار يجي فتح لنا الباب دي فرصة كويسة عشان نتكلم في تفاصيل العملية عشان لو هنعمل خطة ولا حاجة غريب انت فرد امن فقط مالكش دعو بتفاصيل العملية انت بس تبلغني باللي بيحصل خلاص ماشي؟ ياخد احنا حتى زملة طب على قل انت عندك زميل قاعد تتكلم معاه طول اليوم كاملا الوحدة قتلتني انا عايش طول اليوم لوحدي تنبت كلب احراسة يقعد جنبي يلحقني لوحصل لي اي حاجة زيك كده لما الحقت زميلك لما غلط وقفت جنبه اه اوكي اوكي ممكن تكلم من نجار تاني لو سمحت وانا يعني ما كلمتوش اولاني نعم الباب اصلا ملو الزراير لو خبطت وخبت من تحت هيفتح هيا اشتركوا في القناة